موسيقى وهو فيلم رومانتك كوميدي دراما يعني متحمس له جدا ومبسوط بالتجربة جدا يعني انا لسه ما شفتش اه هشوف معاكم ان شاء الله والله هشوف معاكم ان شاء الله يعني ده فيلم خاص جدا بالنسبة لي و هشوفه في السينما اول مرة مع الناس وقت العرض ان شاء الله خطير و هبة يسري كمان اول مرة فيلم ليها مخلصة جدا و انا مبسوط جدا بالتجربة دي منا خطيرة طبعا منا يعني انت نوتيج تعمل فيلم رومانتك كوميدي منا يعني مع منا فانا محظوز يعني والشركة كمان استاذ احمد فاهمي وهنا نجيب شركة سينما ان هم يتحمسوا الموضوع المختلف مش العادي انه الافلام بقالنا فترة مش بنشوفها بالشكل ده فطبعا يا رب ان شاء الله الناس تستقبلوا بشكل كويس علشان يتجرقوا ان يعملوا الافلام بشكل مختلف تاني انا بحس ان دايما اول حاجة دي بتبقى فيها حتة كده انا بحبها يعني انا كنت فاكر كريم العدلي كان اول مرة فولد وبنت كلنا كنا اول مرة ياسر الياسي كان اول مرة يعمل فيلم في مصر في 122 ففكرة الاول مرة دي مش بخاف منها بس اتطمن ان في حد مخلص وعنده حماس انه يعمل حاجة وحابب الشغلانة بس يلا بينا انت تعرف منين بالعكس ان انت بتاخد منه حتة حلوة قوي مش المخرجين الكبار اللي خلاص عارفين الحاجات كلها بتحصل ازاي ده بيقى فيه خوف كده وحماس بتاع اول مرة لزيز جدا يعني عشان الوضع مش مستحمل انا ده لقيت نفسي بقى لي كتير قوي مش بتفرج على اي حاجة صعبة ولا بتفرج على اي حاجة غمقه ولا بتفرج على اي حاجة حزينة مش قادر احنا وريدي يعني تمام احنا في مشاكل كفاية فبحس ان انت لما بتبعاست تتفرج على مسلسل او عايز تتفرج تروح السلمة عشان تتفرج على فيلم عارف اللي هو الحاجات اللي بتخليك تحس حلوة كده وتبقى لزيز وتفكر برضو بتاع اه feeling good يعني فده اللي انا بشتغل علي الفترة دي ان شاء الله حلو ما هو ما هي بتبقى بفترات يعني فيه اوقات بيجيلك بتبقى عاوز بتعمل حاجات اه يعني مش معنا كده انا عمري ما هعمل لا بالعكس بس فيه اوقات كده بحس ان انت يعني كممثل حتى عاوز تبقى متحمس لنوع معين يعني فانا في الوقت ده كده حاسس ان الناس محتاجة تتفرج على حاجات لزيزة تخليها تبقى مبسوطة كده ما تفكرش كتير عارف feeling good يعني بس زي زينهم مسلا ما زينهم ده هتح مصير عشان كده هو بسيط جدا ويعدي ولزيزة وفيش حاجة فيش الجزازان ده شوية يعني ان شاء الله بتنفسيين دلوقتي عايز تعمل ايه او جاهز تعمل ايه اه يعني انا فاكر بعد الثورة كان كل افلام بشوف فيها مظاهرات او صورة او كده ممكنش عايز عاملها مش مش قادر مش اه مش قادر اشوف حاجات دي تاني اه زي ما قلتلك في وقت معين مش قادر اشوف ادوار بشكل غامق او حزينة او كئيبة او تقيلة مش قادر فده جزء انك انت نفسين جاهز تعمل ايه دلوقتي الحاجات التانية ان فيه ساعات بحاجات بتلغبط لك الحاجات دي لما تقرأ مسلا فيلم مختلف عجبك عجبك جدا الشركة متحمساله المخرج انت ايه ده طبطع يلا بينا طبعا فهي بتبقى مجموعة عوامل مع بعض يعني الرمضان الخمسة عشرين ان شاء الله عندي مسلسل خمسة عشر حلقة اه مع المتحدة وشركة اروما وواتشت فهو ده اللي قدر اقولك بس ولا اسم ولا لسه بقى هم هيعلنوا الحاجات بالترتيب يعني بس ده دي حاجة حصر لكم يعني ان شاء الله خمسة عشر حلقة تبقوا جمدين انتو اصلا مش عندكو كل حاجة ولا ايه انتو عارفين اصلا ان شاء الله يا ربي بقى حاجة كويسة باذن الله مش انا حاجتلك على الصدفة البحثة بتاعت الطاق وهي الحاجات بتحصل مش بنبقى اصدينه بحس ان كتا لما الحاجات دي بي لا طبعا علاقة فيها مشاكل وفيها حاجات وفيها حاجات حلوة فيها حاجات وحشة زي اي علاقة بس انا محبش اصدر الوحش اصلا يعني انا شخص من العادي ما بحبش ان انا بقى لما بقى ازعلن او في حالة وحشة ما بحبش انا اتشتكي او ابقى صدرلك ده او اقول يا جماعة اللي مركزين معايا يعني مش عايز ما بحبش الشكوى دي عارف اللي هو انتو جماعة ما سيقولنا في حالنا بقى مفيش الكلام ده حب دايما انا بقى ايجابي ودايما بعمل حاجات حلوة وبحس انه ربنا بيديك بقى الحلو لما انت تبقى حلو انا كمان شكرا جدا يا احمد وكان حور لزيز جدا وخفيف وانت جميل وشك سمح والله شكرا يا احمد